فقط لابد أن أؤكد أن الرئيس الأوكراني بلاديمير زيلنسكي أكد في تغريدة نشره على تويتر أو فيديو نشره على تويتر قال ومقتطب من خطابه مساء أمس الذي وجهه للأمة قال أنا موجود في كييف ولن أهرب لنشرت بعض وسائل الإعلام الروسية أنه قد غادر إلى بولندا وأكد أنه لا يمكنه الخضوع للإشاعات الإعلامية التي تحاول جس نبضه وقال أن قلبه قوي وأنه باقي إلى آخر رمق في أوكرانيا ولن يغادر الجانب الآخر جوابا على سؤالك على المستوى الميداني والعسكري صحيح أن هناك هدنة عسكرية عنها روسيا ورحب بها الكثيرون خاصة الدول الغربية والأمريكية كذلك باعتبارها أنها قد تساهم في رفع من ما يعانيه من معاناة المواطنون خاصة في مدينتي نتحدث عن ماريو بول وعن خراكوف وعن أوديسا وبالرغم أن الإعلان لم يكن محددا لمدين بعينها لكن حدد أنه سيتم هناك وقف لإطلاق النار اعتبره الكثيرون أنه سيكون مرتبط فقط بمدينة ماريو بول ماريو بول التي تقريبا دمر نصفها بحسب رواية الجيش الأوكراني يستطيع السكان الآن المغادرة هم منقطعون عن العالم لا يوجد لنت ولا لشبكة الهاتف ولا لشبكة الانترنت ولا للكهرباء ولا لما صالح للشرب لمدة ثلاثة عيام المدينة مدينة أشباح يحاول مثلا السائق معنا هو من مدينة ماريو بول يحاول التواصل مع عائلتي منذ ثلاثة عيام لم يستطع قال أن عائلته آخر مرة تواصل معها كانت ثلاثة عيام كانوا في الأقبية في تحت الأرض القصف كان قويا لا يدري هل يزالوا على قيد الحياة أم لا عندما نتحدث عن تقدم القوات الروسية وتقدم الانفصاليين في منطقة دونباس تجاه ماريو بول نحن نعلم أن القرى المجاورة من رفع عليها الإعلام الروسية هو زعيم الانفصاليين دونيس باشينيان الذي يؤكد أنه سيتم التقدم حتى أوديسا بحسب تعبيره لكن هناك صد من طرف الجيش الأوكراني خراكوف كذلك يحاول الجيش الأوكراني صد التقدم العسكري الروسي نفس الشيء بالنسبة لشمال وشرق العاصمة الأوكرانية كييف إذن هذه الهدنة هل هي هدنة إنسانية وفق ما تم الاتفاق عليه في جولة المفاوضات الثانية بينها الوفد الروسي والأوكراني وأن تستمر الحرب بين الطرفين بعد ذلك أم أنها هدنة بداية لهدنة نهائية وبداية لصنع سلام وإن كان هشا لكن على الأقل يحيي ورقة أمل بحسب المراقبين الغرب بمعداته العسكرية التي يدعم بها الجيش الأوكراني استطاع الجيش الأوكراني الدفاع والصدع الجيش الروسي على مستوى التقدم البري لكن على مستوى الجوي يظل سلاح الجو الروسي قوي جدا متقدم جدا لكن تضرر المدنيون هنا في أوكرانيا خاصة في المدن الجنوبية في دونباس وفي العاصمة كييف وكذلك في خراكوف نهيك عن خراسونة التي باتت تحت السيطرة الروسية بشكل كامل وبالتالي نحن أمام معالم حرب تتغير فجأة تهدأ أحيانا تستعمل فيها السواريخ وأحيانا تستهدف فيها محطات النووية وبالتالي كل الاحتمالات قائمة هنا شروق هل يمكن أن يكون هذه بداية لهدوء نسبي أم بداية لإجتياح أسوأ خاصة أن وسائل الإعلام الفرنسية قالت أن الاتصال بين إيمانويل مكرون ونظره الروسي فلاديمير بوتين قال بوتين أنه القادم سيكون أسوأ لمن يحاولون أن يلعبوا على عامل الزمن بحسب وسائل الإعلام الفرنسية وبالتالي هناك تخوف من القادم الأيام خاصة أن الطيران الروسي في الجنوب الروسي سيتوقف الغاية يوم الرابع عشر من الشهر الجاري ترجمة نانسي قنقر